الجديد في هذا الصدد هو أن الحكومة الباكستانية والخارجية الباكستانية نفت الأخبار التي تحدثت عن سحب بعثتها من كابل بحثتها الدبلوماسية بالإضافة إلى ذلك كان هناك استدعاء من قبل الخارجية الباكستانية لسفير أفغانستان في العاصمة الباكستانية إسلامباد لإطلاعه على الموقف الباكستاني المندد لمثل هذه الأعمال والمطالب لحكومة أفغانستان بضبط الأمن في أفغانستان وبالتحديد بالنسبة للبعثات الدبلوماسية وضمان سلامة البعثة الدبلوماسية حكومة حركة طالبان كانت قد نددت بالهجوم ووعدت بملاحقة منفيذ محاولة اختيال السفير الباكستاني في أفغانستان يوم أمس والتي نجى منها السفير ووصيب حارسه الشخصي التحقيقات الأولية كانت تشير بأن إطلاق النار كان من مبنى مجاور للحيئة الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابل ولكن حتى الآن لم تتبنى أي مجموعة هذه العملية التي استهدفت يوم أمس سفير باكستان في أفغانستان والتي نجى منها ووصيب حارسه الشخصي نعم ترجمة نانسي قنقر